ومن أكثر دوافع الاستهلاك عند الإنسان اللي هو بيعيش التطفيف العاطفي التعويض ودي كرسة بشرية لأنه بيستقل نعمة ربنا عليه أنه ربنا كتاب له ووفقه لشريك الحياة فيظل إيه اللي يحصل؟ دايماً عايز تعويض وشريك حياتك مش على فكرة مش بديل لحد تاني أنت فقدته فما ينفعش تفضل إيه اللي حاصل؟ تفضل تبواصده حياته وتعدل عليه عشان يكون زي أبوك أو تعدل عليه عشان تبقى زي ممتك أو حبيب سابق زي تعويض الإكسل زي ما بيقوله الناس في التعويض بتصر على الامتلاك هو امتلك أب أو أم فلما فقدوا لازم يعوضوا عن طريق شريك الحياة ومن أهم أنواع التعويض المتفاني فيفضل شريك الحياة يستمر في شريك حياته عشان يبقى زي ما هو عايز وده بيكون منان باطني بيمني عليه في باطنه على أن شريك حياته بيتفانى إليه إحنا الكلام كتير عن مسألة التطفيف الزواجي لكن إحنا عايزين نخرج بقى من ده إيه الإجراءات اللي ممكن نعملها عشان نقدر نتخلص من التطفيف الزواجي وده شيء مهم جدا 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 آه صحيح لما بتحصل مشكلة يطلع الشخص اللي بيحصل له التطفيف كل الفواتير ويقوله أنا فعلت وأنا عملت وأنا عملت وبيقوله أنا دايما كنت لي فضل عليك الشخص المتفاني ده الشخص اللي بيحصل له هذا التفاني لما تحصل له مشكلة بقى يروح مطلع كل الفواتير ويقوله أنا عملت وسويت عشانك والرجالة بتعمل ده كتير مع أولادهم عشان يريحهم ويعوضوهم عن الضغوط وأهانة الشغل إحنا بقى فيه أنواع تاني زي النوع التعويض الظاهري إن واحد يطلب التعويض عشان يحقق له شيء في الظاهر لكنه مقرر أنه ما فيش حاجة عتعوض اللي فات فما فيش حاجة هتداوي جراحي فيفضل هو برضو بيستهلك ده وكمان بيطفف أنا عايز أقول إن فيه قانون قرآني مهم لازم نتعامل به في حالات التطفيف وهو قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعشان كده لابد إن احنا نمتنع عن التطفيف أول إجراء لازم نعمله عشان نتخلص من التطفيف العاطفي ده لازم ننصف شريك حياتنا دايما بإنك تتخيل نفسك مكان ويعمل معاه اللي تحب إنه يعمله معاك يعني تخيل نفسك إن أنت قاعد مع الشغل بتوضى بالبيت وعملت الأكل وعملت كل حاجة وتعبت عشان زوجي يجي يلاقي الأكل جاهز أنا منتظر إيه؟ منتظر كلمة حلوة منتظر شكر منتظر امتنان حط مكانك مكان زوجك جاي تعبان مرهق من الشغل حاسس بالضغوط جاي تعبان في المواصلات هو منتظر إيه؟ منتظر إن حد ينصفه يقوله ربنا يجزيك عنا كل خير ويعطيك بكل نقطة عرق نزلت على جبينك قرب وفتح وطوفيق إحنا من غيرك ولا حاجة ده اللي منتظر كل طرف فأنت لازم عشان تبطل التطفيف الزوجي لازم تحط نفسك مكان إلى آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي تاني حاجة لازم تعتذر له عن أي ظلم ما حصل منك في حقه لما تسمع الحلقة وتعرف إن أنت كنت مطفف في حقه ويعده إنك تمتنع عن التطفيف ده بكل سوره الحاجة التالتة نعالج الأسال السلبية للتطفيف بإنك أنت تعطي من غير ما تسأل عن مقابل رابع حاجة ودي شيء مهم جدا جدا إن احنا نتعود على فضيلة الامتنان لازم كل واحد فينا يمتن يلاحظ الأشياء اللي بيعملها اللي بيشاركيك حياته ويمتنله من أكتر الأشياء اللي تخلي الناس يتخلصوا من التطفيف العاطفي الامتنان وعلى أقل زي ما ربنا علمنا إن شكر الله سبحانه وتعالى ولقاء الله ومحبة الله بتحصل لنا عن طريق إن احنا نكون في الصلاوات الخمس فكرة الخمسة دي فكرة مهمة جدا جدا لو امتننا البعض خمس مرات في اليوم هتبقى الحياة أفضل بكتير نقل خمس حاجات لشريك حياتك وامتنله كل يوم عليهم ساعتها شريك الحياة مش هيحس بالتطفيف الكلام الحلو والإحساس بإن الإنسان متقدر والإنسان متشاف هو اللي بيخلي الإنسان لسه فيه مياه الحياة ويحس إنه لسه قيمة إضافية في البيت مش بيتم استهلاكه لغاية ما يخلص ويترمي لأ هو بيحس إنه هو عمودي في البيت وبيحس قد إيه هو مهمة عند شريك حياته وبيحس إنه هو واخد حقه ولازم يدي التاني حقه هالجزاءه الإحساني إلا الإحسان ترجمة نانسي قنقر